حدث أن أغلقت أبواب البرلمانات في الانتفاضات والأحداث الدامية والانقلابات لكن في الجزائر عدد من النواب أغلقوها بالأقفال لمنع رئيس المجلس من الدخول وبعدها أعلنوا منصبه شاغرا ملخص هذه الأزمة وعدم رضا مجموعة من النواب على رئيس المجلس وتبادل للاتهامات العريضة وأيضا عريضة لحجب الثقة غلق للأبواب تدخل الشرطة ثم إعلان شغور المنصب حرر المكتب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة أولا إقرار حاد شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ثانيا إختار لجن شؤون القانونية والإدارية والحوريات بهذا القرار لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور رئيس البرلمان ينتمي لحزب جبهة تحرير الحاكم لم تكتمل فترة رئاسته المحددة بخمس سنوات يقول معارضه في المجلس إنها بسبب سوء التسيير الأوضاع الأوضاع تجاوزات خروقات تعسب في استعمال السلطة وتهميش للبعض مصادر أخرى تحدثت عن رفضه لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة بوحج نفسه نفه هذه الأخبار وبالمحاصلة لا توجد صورة واضحة للسبب الرئيسي لهذه الأزمة لكن ما نعرفه بالتأكيد بشكل قطعي هو بداية هذه الأزمة عندما قال بوحج نائبه بشير سليماني وهو الأمين العام للبرلمان لأسباب تنظيمية يقول رئيس البرلمان بينما رآها نواب آخرون تعسفا منه 351 نائبا من أحزاب الموالا وعلى رأسها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني طالبت بوحج بالاستقالة من منصبه فلم يستقل فأغلقوا الأبواب ثم أعلنوا المنصب شاغرا صورة أبواب البرلمان الجزائري الموسدى بالأقفال فتحت شهية الجزائريين للسخرية في تغريداتهم ومنشوراتهم على فيسبوك شغور منصب الرئيس طبعا عده كثيرون خرقا وخروجا على القوانين هذه بعض التعليقات عد يقول وماذا عن منصب الرئيس الجمهورية الشاغر منذ سنوات لماذا لا يجتمع النواب كما اجتمعوا لشغور منصب بوحجة سمير بوسعيدة يقول هذا خرقا للقانون وسيبقى بوحجة هو الرئيس إلا إذا حدث تعسفهم في استخدام القانون ضده حزار أو حزاز علي يقول من الذي أعطاه القانون الحق من الذي أعطاه القانون الحق في إعلان شغور منصب رئيس المجلس من الذي له الحق دستوريا وأخلاقيا سوف يأتي اليوم الذي ترجعون فيه إلى الشعب فضيل فضيل يقول نطلب التدخل لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوقف تجاوزات خطيرة يقوم بها مجموعة برلمانية حسب أهوائها وكل ما يحلو لهم نطلب التدخل